ارتفاع اعداد المشاركين في النمسا للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التركية لتحسين الاستدامة النمسا تطالب متاجر السوبرماركت بالكشف عن الغذاء المتبقي انخفاض معدل التسرب من مواصلات فيينا بعد تحسين ظروف التدريب والعمل اعتقال امريكية انتحلت شخصية شرطية نمساوية طريقة مئة قزانة شخصية في عملية سطو على بنج وسط النمسا وزائر غير مألوف يصدم زوار حمام أستون للمسا في فيينا طابت اوقاتكم بكل خير الى حضراتكم النشرة الاخبارية المفصلة تأتيكم على النمسا ميديا الى التفاصيل انتهت انتخابات الجولة الثانية للرئاسة التركية في النمسا مساء الاربعاء بمشاركة قياسية بلغت اكثر من 63 الف صوت متجاوزة بذلك الجولة الاولى وفتح عدد من مراكز الاقتراع في النمسا في عدة مدن حيث يوجد حوالي 108 الف مواطن تركي مؤهل للتصويت في النمسا وحصل اردوغان على اكثر من 57 بالمئة من اصوات الاتراك في الخارج الذين يبلغ عددهم اكثر من 1.8 مليون ناخب فيما حصل في الجولة الاولى على اكثر من 71 بالمئة من اصوات الناخبين في النمسا تقترب النمسا من تطبيق تعديل قانون ادارة النفايات الذي سيتطلب من محلات السوبرماركت المحلية الابلاغ عن كمية الطعام المتبقية او التي يمكن التبرع بها وتشمل هذه الاجراءات حوالي 900 شركة من المتوقع ان يتم تطبيقها في الربع الاخير لهذا العام وتهدف هذه الخطوة الى تشجيع التبرعات وتقليل هدر الطعام وتعمل وزارة البيئة على مبادرة الغذاء تمين التي تهدف الى نقل الطعام غير المباع الى المنظمات الاجتماعية ويتوقع ان يحقق تطبيق هذا التعديل تقدما في تحقيق الاستدامة وتقليل هدر الطعام في قطاع التجزئة تحسنت نتائج التدريب لسائقي الترام والحافلات في فيينا وانخفض معدل التسرب بعد تحسين ظروف التدريب والعمل واطلقت شركة فينار لينين برنامج مكافحة نقص العمالة قبل خمسة اشهر والذي اثمر نتائج ايجابية حيث انخفض معدل الانسحاب من التدريب بنسبة خمسين بالمئة ويتم التخطيط لدورات تدريبية لهذا العام في واحد وثلاثين مدرسة مدرسة ترام وعشرين مدرسة حافلات وعشرين مدرسة للقطارات تحت الارض وتم تحسين الرواتب والبدلات وتقليل ساعات العمل وتقديم حوافز طويلة الاجال للسائقين تم القبض على امرأة امريكية تبلغ من العمر سبعة وعشرين عاما في كيراستورف في النمسا السفلة بتهمة الاحتيال على سيدة كبيرة في السنة وتلقت امرأة مسنة اتصالا من الامريكية تبلغها فيه ان هناك محاولة اقتحام لمنزلها وسرقة اموالها لذلك عليها تسليمها للشرطة مؤقتا ولكن المرأة استشعرت خطر الاحتيال وابلغت الشرطة وتم اعتقالها في كمين ونقلت المتهمة الى السجن ويجري التحقيق لكشف شركاء اخرين لها والبحث عن جرائم مماثلة وقعت عملية سطو على مئة خزانة شخصية في فرع بنك ايكيند كرابن بمدينة سانت بولتن في النمسا السفلة نهاية الاسبوع ويعمل البنك حاليا على فحص قيمة المال المسروق وتمكن الجاني من الوصول الى الفرع بكسر نافذة جانبية بعد تسلق سياج الحديقة ثم تمكن من فتح مئة خزانة واكتشف السرقة عامل النظافة اعلنت الشرطة انه يجري حاليا تحليل صور كاميرات المراقبة ويتواصل البنك مع العملاء لتحديد المسروقات ووفقا للبنك تم سرقة ربع الخزائن فقط اخيرا تفاجأ زوار حمام سونة للنساء في فيينا بزائر ظهر فجأة على مقعد القشب الساخن بمظهر مختلف قليلا ووصفت احدى النساء الشخص بان له لحية وكانت مناطق من جسده مغطى بمنشفة تكسف جنسه وتسبب الوضع بحالة من الارباك بين النساء ووفقا لادارة الحمام الشخص متحول جنسيا وهو الماني ويسمح له الدخول وفقا لجنسه المدرج في وثائقه واضافت ان الاشخاص ذوي التحول الجنسي يجب عليهم استخدام المرافق المناسبة لجنسهم فيما اكد رئيس الحي على حق الجميع بالمساواة وفي النهاية تقبلت النساء الحادثة نهاية النشرة شكرا لحسن المتابعة ألقاكم في نشرات لاحقة ولكن لا تنسوا تحميل تطبيق انفوغرات على هواتفكم لتبقوا على تواصل دائم أمسيا سعيدة إلى اللقاء